واللي بيختاره هو المدير الفني قد يكون فيه لاعب لم يؤدي بالصورة المطلوبة في مباراة وقد يتقلق في المباراة اللي بعدها وقد يكون هناك لاعب كميته مش ركبة مع المدير الفني أو شخصية المدير الفني ما بتدلوش الثقة اللي بتخليه يستطيع انه يؤدي في الملعب وده حصلت كتير في مجال كرة القدم ياما مدربين عزماء مضموش لعيبة مهمة وياما مدربين اقتنعوا بنفس اللعيبة وعطوهم الثقة وكانوا متقلقين بصورة لفتة للنظر ياما مواهب جت وما كانش فيه فرصة انها تلعب عايز اقول لكم ان واحد زي تيري هنري واحد من افضل نجوم العالم والمنتخب الفرنسي راح اليوفي لم يقنع ولم يوفق ثم ذهب الارسنال وبعدها برشلونة ارسنال اصبح النجم الاستوري واحد من نجوم الدوري الانجليزي التاريخيين في تاريخ هذه البطولة البريمير ليج تيري هنري لكن لم يوفق في الدوري الايطالي نهائيا لعيبة كتير جدا نهاردة يوسف البلايلي واحد من نجوم البطولة العربية بعد مباراة الجزائر وقطر بيتم فسخ تعاقده بالتراضي مفاجأة ان يوسف البلايلي واحد من المرشحين بقوة للفوز بجائزة افضل لعب هذه البطولة القطر القطري بينهي تعاقده ويصبح لاعبا حرا في يناير ينتقل للنادي اللي هو عايزه يقال ان جايله بعض العروض في اوروبا هل ممكن يبقى له بعض العروض في الخليج الممكن يروح السعودية ممكن يجي مصر ممكن يروح اوروبا كل شيء وارد لكن من المؤكد ان هذا اللعب اكيد عنده عروض كتيرة جدا خصوصا بعد تقلقه في بطولة العرب